تشهد المدن المقدسة ومنها مدينة سامرا بمحافظة صلاح الدين توافدا للآلاف الزائرين من خارج العراق الذين يقصدون مرقدي الإمامين العسكريين دون أن ينتعش الاقتصاد بسبب عزلة الزائرين عن المدينة مما دعا إلى المطالبة بتفعيل مقترح استقطاع دولار واحد من كل زائر يزور المدينة المقدسة ومنها مدينة سامرا للنهض بواقعها وإنعاش سياحتها الدينية نطالب من الحكومة العراقية في حال تفعيل موضوع أخذ دولار من كل زائر أن تشكل لجنة من خارج إدارة العتبات المقدسة للإشراف على هذه المبالغ وفتح أبواب صرف إلها بما يخدم المناطق المقدسة خصوصا المناطق المقدسة تحتاج إلى تنظيف تحتاج إلى أعمار تحتاج إلى أبنى تحتية من سامرا مدينة مقدسة كباقي من مدين العراق المقدسة من الضروري جدا أن تشرع الحكومة والبرلمان هذا القانون على أن يستقطعوا دولار واحدة والدولار واحد قليل بالنسبة إلى خدمات الزائرين هذا معمول به في كل دول العالم أجلس المحلي لمدينة سامرا أكد حاجة المدينة إلى تخصيصات إضافية لتقديم الخدمة للزائرين معربا عن أمله بتفعيل قانون استقطاع دولار واحد منهما من أجل إنشاء بنا تحتية تليق بحجم هذه المدينة ذات الطابع السياحي الديني والآثاري نتمنى أنه يكون هناك تخصيص على أقل تقدير أنه دولار واحد إلى مدينة سامرا حتى يتم تقديم أفضل خدمات وسامرا حقيقة من هذا الجانب تأين وتوين لأنه هناك قلة التخصيصات هناك قلة الآليات المخصصة لهذا الغراض نتمنى أن يكون تخصيص جزء من هذه المبالغ إلى مدينة سامرا وتكون عن طريق الحكومة المحلية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمات للزائرين وينتظر أهالي سامرا بفارغ الصبر إقرار قانون من مجلس النواب العراقي باستقطاع دولار واحد من كل زائر أجنبي يعود لريعها للمدن المقدسة التي تشهد توافد آلاف الزائرين سنويا الأمر الذي يراه مراقبون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو انعاش الاقتصاد المحلي كما هو معمول به في أغلب الدول من صلاح الدين محمد السامرائي قناة التغيير